من زمان كان عنا سبب مؤنع ليش مش عم نقدر نطلع مصاري اونلاين اما لنقص الخبرة او نقص المهارة او عدم وجود راس ميل بس اليوم وبوجود الذكاء الاصطناعي ما بقى حدا مننا عنده اي حجة ليش مش عم يطلع مصاري اونلاين الا انه هو هذا الشخص بحد ذاته مش عم يشتهد ويشتغل لحتى يوصل انه يطلع مصاري اونلاين بفيديو اليوم راح اسبتلكن انه من دون اي خبرة او مهارة كيف عم بلش بزنس جديد وفرجيكن اول مشروع اخدته وانتو كمان قادرين دبلشوا مثلي حتى لو ما عندكن الخبرة ولا المهارة لانه انا كمان ما عندي ايها فكرة اليوم هي عبارة عن انشاء مواقع الكترونية وبيع العملاء ما عندن هايدي المواقع راح تقولولي ايه مش فكرة جديدة وكمان احنا ما بنعرف نكتب كود وكل هايدي الامور بس انا كمان ما عندي خبرة ولا بعرف اكتب كود بس متل ما قلتلكم باول فيديو انه الزكاية الاصطناعي راح يتكفل بانه يعمل كل شي بالنيابة عني راح اعطيكم طريقة كيف تدوروا فيها على عملة ما عندن مواقع الكترونية وشو المحتوى يلي بتكون تكتبوه بس تواصلوا معن وكيف تعملوا هيدا الموقع من دون ما تكتبوا ولا سطر كود ولا حتى تتكلفوا اياشي خليكم معي لنشوف خطوة بخطوة كيف بدنا نبلش المشروع ونمشي بالمراحل هيدا المشروع اذا كنتو عم تحضروني لأول مرة وعجبكن هيدا المحتوى بتمنى تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك حتى تصلكم كل الافكار الجديدة يلي عم بنشرها فكرة اليوم بتتقصم وبتتشعب لكتير تشعبات انتو بتختاروا يلي بتكون يال اهين لالكن الاريح لالكن شو ما بتكون بس بكل الاحوال انتو قادرين تطلعوا منا مصاري رح تروحوا دوروا على عملة وتعملولون مواقع الكترونية فيكن انتو تعملوا موقع الكتروني لو ما بتعرفوا كود متل ما قالت للكون رح نشوف كيف فيكن حتى ما تتعذبوا ولا تعملوا موقع الكتروني فيكن بس انتو تدوروا على عملة وبس تلاقيوا هاو دي العملة تروحوا على احد مواقع العمل الحر تطلبوا هيدا الخدمة وتبيعوها وانتو تربحوا منا هيدا ربحا شوي سريعا اقل عذاب لقالكن بس على المدى الطويل ما كتير بتطالع لكم مصاري هلا رح خبركن ليش ففيها مثل ما قلت لكم تشعبات رح نمشي خطوة بخطوة خليكم معي لحتى تشوفوا كيف بدنا نبلش هيدا المشروع اول شي منروح على موقع جوجل بروح بقل له مثلا انا بدي استهدف ما بارف اي شي نحنا بدنا نستهدفه لاسم تجاري او بزنس نحنا بدنا نتواصل مون خلينا نقول مثلا حكم السنين رح نروح اقل له دنتست ان رياض مثلا بالمملكة العربية السعودية بالرياض رح يطلع لي كل الدنتست انا شو بروح بعمل هون بروح على المابس يلي هي الخرايط وبصير بشوف مثلا هيدا عنده موقع هيدا عنده موقع هيدا ما عنده موقع متل ما نشايفين هيدا البيزنس يلي هون ما عنده موقع الكتروني فانا بس اضغط عليه رح يروح يعطيني التفاصيل تبعه لأ عنده موقع بس منو مسجل هون انه عنده موقع فينا رح ندور على غيره مثلا هيدا واحد ثاني اوكي هيدا ما عنده موقع الكتروني هيدا رقم التواصل معه بروح انا على الواتساب او اذا فيني دقل له بدقل له بس الافضل انه نبعط له على الواتساب نبعط له رسالة شو هو مضمون رسالة انا حضرت لكم مضمون رسالة باللغة الاجنبية وباللغة العربية واكيد رح اترك لكم اياها بوصف الفيديو اذا مروح شوية لهون منشوف هيدا هو منقل له دير البزنس نيم شو هو شو اسمه وبنبعط له اياها كله واخر شي هون بحط له رقمي انا وبحط له اسمي نفس العملية بالنسبة اذا بدي اتواصل معه باللغة العربية كمان رح اترك لكم كل هاو دي الطرق بوصف الفيديو بتبعطوهن لهيدا الشخص يلي لقيني هون نحنا عم نرغبه وعم نقنعه لاش ان هو لازم يكون عنده وجود اونلاين شو هي الادفانتج او الايجابيات حتى يكون عنده موقع كلها ذاكرينا بهيدا الناس نبعط له اياها وبس يرد علينا نحنا منبلش بيبلش الشغل عنا اكيد بس يتواصل معنا رح نتفق معه على اكتر من شاغلي اذا بتكون تروحوا بالخطوة انه انتو تنشؤوا الموقع يلي هي فيها ربح على المدى البعيد لاش فيها ربح على المدى البعيد لانه معلوماته رح تبقى عندكم الدومين رح يبقى عندكم الهوستينج او الاستضافة رح تبقى عندكم هاي دي كل الامور بالنسبة للدومين وبالنسبة للاستضافة هو رح يتفعلكم اجرة سنويا انتو فيكن تحطوا عليها ربح وبتبقى عندكم بيبقى هيدا العميل متعلق فيكن يعني ما بيمشي الويبسايت او البزنس تبعه اونلاين من دونكن فهيدي فيها ربح كتير على المدى الطويل وعلى المدى البعيد اذا ما بتكون هيدا الشغلة وما بتكون تواجهوا راسكم بدكم بس تعملوا الموقع وتفلوا متل ما قتلكم فيكن بس تتواصلوا مع العميل ويرد عليكم بتروحوا على احد الموقع مثلا هون في في كتير عالم بتقدم هاي دي الخدمات بتعملكم ويبسايت وباسعار كمان كتير منيحة مثلا هيدا مية واربا واربين دولار مثلا فينا انا ناخد هيدا ناخد هيدا الخدمة بنشتريها من هون بحط عليه خمسمية دولار مثلا بتفع هون مية واربا واربين دولار وباخد الربح وبتخلص العملية هون الابل يلي متل ما قاتلكم فيها ربح كتير على المدى الطويل اذا صار عندكم خمسة او ستة عملاء انتو بتضمنوا انو سنويا عم تربحوا منن هيدا المبلغ اكيد اذا صاروا عشرين وخمسين رح يضاعف المبلغ وانتو ما عم تعملوا شي غير انو عم تعملوا الموقع وعم يبقى الاسم والاستضافة عندكم يلي عم تشرجون عليهم فقط يطلب منكم العميل هيدا الخدمة بتروحوا انتو بتبلشوا تشترو دومين اذا بدنا نروح بالخيار الاول بتروحوا تشترو دومين مع استضافة هيدا العملية كتير بسيطة ما بتشتروها قبل ما هو يدفع الكنو تتفقوا انو بدو يبلش يعمل الويبسايت لانو انتو ما بتكون توقعوا حالكم بخسارة فهو بيعطيكم دفعة مقدما لانا اعتبر خلا نقول 100 دولار بهيدا الميت دولار بتروحوا بتشترو دومين هو بيكون عطيكم دومين اللي بدو يا او بتدوروا على دومين تتفقوا عليه وبتشترو استضافة وبتبلشوا تنطلقوا انا شخصيا بلشت هيدا المشروع اجاني اول عميل ورحت على جو دادي اذا منشوف هون هيدا حسابي على جو دادي في هيدا هو اول عميل خاصه بدو يعمل موقع خاص بالودين كاردز او الكروتي الخاصهم بالزفف فشو عملت انا توصلت معه بس قال لي اوكي اخدت منه مصاري وبلشت شتريت من جو دادي شتريت الدومين مع الاستضافة صاروا عندي انا بعد الهلأ ما دفعت ولا اي شي بس اشتريهم العملية كتير بسيطة انه تشتروهم بتروحوا بتدوروا على الدومين بتشترو لهيدا الدومين بتحزوه الاستضافة بتنقوا انتو شو بدكن حسب العميل قدياش عنده داتا قدياش عنده كمية عالم بتدخل على الموقع تبعه او مدوقع تدخل على الموقع تبعه بتشتروه بتتفقوا معه على السعر متل ما قلنا وبتبلشوا بس تشترون بتوصلوا للصفحة يلي شايفينا قدامي الموقع جو دادي او اي مواقع تانية هي صارت بتتكفل انه تعطيكم التام وتساعدكم بانكم تبنوا الموقع متل ما قلت لكم انتم مش رح تكتبوا ولا اي شي خلينا نشوف مثال هون هيدا المشروع يلي انا عم بيشتغله بس اضغط عليه هيدا هو متل ما انا شايفين هني عطيوني عطيوني تام انا نقيته بيعطوني اكتر من خيار انا بنقى بيناتهم انا نقيت هيدا التام اذا بدي اغير اي شي فيه انا مش بحاجة اعمل اشي بروح هون بقال له ادت سايت اوكي اول شي هيدا التام اذا بدي اغير التام فيني غيره انا رح ابقى عليه هني بيعطوني اكتر من خيار هون ببلش لا نعتبر متل ما انا شايفين هون عندي اياها اسمه هوم اذا بدي اغيرها بس بروح بغيرها هون بقال له رينيم وبغيرها اوكي مثلا بدي اسميها ودنگ متل ما نا شايفين عم تتغير تلقائيا هون مني بحاجة لشي تاني اوكي هون غالري اذا بدي اغيرها بغيرها اسمه نفس العملية بروح لهون وبقال له رينيم اذا متل ما نا شايفين هون مثلا هون بدي اغيرها شي تاني بس كل يال علي اعمله ان اكتب سأضيف أي شيء، سأضيف هون ساكشن، سأضيف سأضيفها، سأضيف كيف يكون شكلها نفس العملية، سأضيف شكلها كيف يكون شكلها نفس العملية هون، سأضيف أي شيء سأكتبه بأيدي، باللغة العربية أو غير اللغة العربية مثل ما نرى، سأعطيني معهم هون سأكتب كل هذه الأمور موجودة هون أنا والعميل أن هذا هو الموقع أو الشكل الذي أريده للموقع إذا أريد أن يزيد أي شيء مثل ما قلنا، يمكنك أن تزيده يمكنك أن تعلّو هذه الشقفة تصبح فوق أو تحت كل هذه الأمور، فقط بضغط الزر لا نريد أن تكونوا لا خبرة ولا أي شيء أنتم كل اللي ليكن، سأضيفون بهذا الموقع و سأضيفون كل هذه التعديلات التي طلبها منكم سأخذونه في جرس وتعطونه الوزر والباسورد للعميل لإنطافه إذا أريد أن يدخل هذة تعطواه، ستتدركوه عندكم مثل ما قلت لكم و لكن تعملوا في جرس، سيصبح الموقع جاهز مئة بالمئة لإنطاف العالم تقدر تدخل علي هذه بكل بساطة لعملية بناء المواقع بطل مثل ايام زمان بطل لازم نتعلم الكود بطل نتعلم الديزاين كل هذه الأمور الذكاء الاصطناعي وفر علينا ومش بس متوفرة بجودة دي متوفرة كمان بغيرة كتير من المواقع يلي بتعطيكن النطاء والاستضافة مع التمات الخاصة ببناء المواقع كل يلي لكم تعاملوا انتو ترتبوا هيدا المواقع وتبلشوا تبيعوا بتمنى تكونوا استفدتوا من فكرة اليوم اي حدا عنده استفسار او بده مساعدة في يتواصل معي او على الخاص او يعلق على الفيديو وانا اكيد رح رد عليكن وما تنسوا تدعموني بلايك سبسكرا تانكيو